امتي هل لك بين الامن منبر للسيف او للقلم امتي كم سنة من مدته وهو يشير الرئيس الوزراء ورئيس الوزراء كان بجانبه كان بجانبه يقول ان ارحم البغايا لم تنت عاهرا بستاذ جميل برتمي ولم يكن عاهرا فاختجر واسخف الوزارة هذا المجرم اللعين ابن اللعين هو الكلب ابن الكلب والكلب تده ولا خير في كلب يتوارد من كلب ان يريد ان يقدر كل سوريا قربانا يضيع ملاه اصبحت سوريا كلها قربانا يذبحها يضيع مرسولية العالمية انا لعنة الله عليك يا بشار الاسد من هذا المكان ما هذا اسخط الوزارة كلمات قليلة قالها شاعر لانه يستحي ويحتجب هلانا صنم علينا ان نفكر مليا لنلتزم بعد هذا التفكير نفكر مليا في قوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صناط المستقيم هذه الاية شرحتها اية اخرى قالها اخوتي قبل وهي واعتصم بحبل الله اعتصموا بالله ومن يعتصم بالله اي بحبل الله ولا تفرقوا ولا تفرقوا الفرقة شتات تمزيق طعن قتل ابادة الاخصار ايها الاخوة انا لا اريد ان نطي لكن اريد ان اقف عند اية واحدة وكلكم تعلمونها هذه الاية تقول ولا تنازعوا فتفشنوا وتذهب ريحكم الريح لها ست معاني اسمعوا الى اخوتنا المجاهدين اينما كنتم جزاكم الله خير الريح بمعنى القوة الريح بمعنى الرايحة الرايحة التي نشمها من جسدنا فاذا زعبت رايحتنا لم يبقى لنا رايحة في الارضة يصنع تحت التراب يعني متجميعا اقسم الله هذا من احد معانيها الرايحة القوة الرايحة الريحة هاي المعنى الثاني يعني حين ما تذهب ريحة اي لم كما تشمد ام ولدها تشم رائحتها فتعرفه لا يوجد في الكون رائحة تشمد اخر ابدا الكون بملياراته لا توجد رائحة تشمد رائحة اخر اذا ذهبت رائحتنا اي اي اطبقت تراب علينا بصدر القبور هذا المعنى الثاني اما المعنى الثالث قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالصلاة واهلكت عادم بالدبور اي الرايح الريح الرايحة للجسد والريح ان اهلكت العدو اسمها الدبور وان صرته كل نصر يأتي من الرايح ودليل على ما ذلك على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبى اي بالاحت الصبى تهب رائحة من جهة المسلمين فتسوق هذه الرايحة الى المرخذرين فتهزمهم فان الريحة التي تعلمون هي سبب النصر ومثال على ذلك صلاح الدين رضي الله عنه اشعل نارا في الهشيد فجاءت الريح فساعدته بان حاقت تيشل الفرنج معركة ما المعركة كلكم تعرفونا حطين انتصر صلاح الدين الذي حانب هؤلاء المجوس انتصر بهذه الريحة الريح الصبى تهبوا عليه الصلاة والسلام تهبوا رائحة من جهة المؤمنين فتساقوا الى جهة المقنونين فتحرقهم وهذا ما حصل في حطين فالتقطهم كان عصافيرهم يتشربون تحت النار وعليه الصلاة والسلام بايد ذلك قائلا نصرت بالصبى ليح الصبى واهلك تعالى بالدمور از الريح واستنى عليهم ريحا صرصا في ايام لعسات والمعنى الاخر الريح هي الدولة لانها ذات شوكة لانها ذات قوة هذه احد معاني الريح فتذهب ريحكم والمعنى الاخر النصر يذهب نصركم لا يريد ان نقيل ابدا ان هذه الاية تكفينا على على كل فئاتنا قفوا عند هذه الاية ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم قوتكم رائحاتكم الرحلة يرسلها الله النصر الدولة هذه ست معاني هي بمعنى تذهبوا لحكم والله سبحانه وتعالى يقول محذرا ايضا ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بامري تحسونهم تعملون السيف في رقابهم هذا معنى تحسونهم ولقد صدقكم الله وعده الله يصدق وعده اصدق الله يصدق ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من معنى ما اراكم ما تحبون لكم لا يريد الديا. قد غنائم. ماكبة الغنائم انا برض الله. الغنائم عنده وعنده مفادح الغيب. وعنده غزائن الملك. ما عندكم ينفر. ما عند الله لا. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. حرصوهم. اي اعملوا السيف في رقابهم. ولا قد صدقهم الله وعده. اذ تحسونهم حتى اذا فشلتم وتنازعتم. هنا متنازعون. اقضوا على التنازع من هذه الجرسة المباركة. حتى اذا فشلتم وزلعتم في الامر. وعصيتم من بعد ما رأكم اجحبون. منكم ما يريدوا الدنيا. منكم ما يريدوا الدنيا. ومنكم ما يريد الاخرة. الآية في سورة اي عمران. اما الامر الاخر الذي ينبغي علينا ان ننتبه اليه جيزا ايها الاخوة. وهي ولا تكون كالذين خرجوا بطرا ولئاء الناس. هكذا قال ابو شهل. بكرة نشرب الخمر. ونأتي بدر. وتعزد القرية نار. وتسمع بنا العرب فتهابنا. فاعطاهم الله نقيض قصدهم. اولا قتل سبعين من الصندين. سلاديد القريش ببدر. وثانيا بكت عليهم عواضي القريمات ما تغني. مغنيات. بكت عليهم النواح. والامر الاخر. زلهم العرب كلهم. خرجوا لسلاسة اشياء. قال تعالى محذرا. ولا تكون هذا الخطاب لانا جميعا. لكل من حمل السلاح. ولا تكون كالذين خرجوا من ديالك بطرا شاتين حانا بخترا. ابو جهل. وهكذا يفعلوا الشبيحة. ان اكون مثلهم? ان افتش عن غنائم? ابدا. نصدق الله عز وجل يصدقنا الله. ولا تكون كالذين خرجوا من ديالك بطرا ولأ الناس. ماذا كانت النتيجة? كانت النتيجة ان قتلهم الله سبحانه وتعالى في ازوة بدر. ولم يشربوا الخنور. بل شروا كأس المناية. ولم تغني المغنيات. بدلاحت عنهم النوائح. يلزمهم محالا لمسحوا دموعهم. ولم تختفر بها من عاب. بدستهم من عاب تحت اقدامها. عامل الله نقيض قصد. نقيض قصدهم. ثم ان الله سبحانه وتعالى اعطانا معيارا عظيما جدا للجهاد. احفظوه واسمعوه وانقلوه عن كل المفسدين. وجاهدوا في الله حق جهاده. وحق جهاده لا ثلاثة معاني. المعنى الاول ان يكون عملك وجهادك وخروجه خالصا لله. مصفى. مشفى. لا لسمعة ولا للياء ولا لغنيمة ولا لحكم. الحكم يأتي. فالغنيمة تأتي. هذا المعنى الاول. وجاهدوا في الله حق جهاده. حق جهاده لا ثلاثة معاني. المعنى الاول ان يكون خروجنا لله. خاطصا. الامر الثاني ان لا تخافت الله لو متلائم. الامر الثالث ان تستمتز كل طاقاتك ومنها رباط الخير. وعدوا لهم ما استطعتم من القوة. امر احتم كلمة هذه بقولها عليه الصلاة والسلام. من قاتل تكون كلمة الله هي العجاء. ونحن نقاتل اعلاء كلمة الله. ما دمنا نقاتل اعلاء كلمة الله. فاسمعوا الى ما يجري. حكم الله هو الاساس. نحن نقاتل تقول كلمة الله هي العجاء. هذا الربح العظيم. هذا الربح الكبير الذي لا مسئ له. وما دمنا نقاتل في سبيل الله. ارتزاما بقوله تعالى. انا انزلنا اليك الكتابة بالحق لتحكم بالناس ما رك الله. ولا تقل الخائلين خصيبة. ايلا تقل بدافعا. مخاسما عنهم. هذا كلامٌ وجه الله وهذا الخطابة للنبينا عليه الصلاة والسلام. لا تخاصم عنهم. لا تدفع. ما كان قريبا. كان اخاكا. ان كان صديقا. ان كان من عايش الاتك من طائفتك من بلدك ابدا.